عندي موضوع في منتهى الاهمية امكن عبرنا عليه كده عادي بس بنفعشي يعدي مهاردة وزارة الشباب والرياضة السيد وزير الشباب والرياضة البقى انا شباب اللي سمعتها تطلعوا لي على الشاشة لجنة بحث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة بتبدأ فحص شامل لاتحاد الكورة قال لك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة وركز بقى عشان خطر الكلام ايه مهم قال لك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة للقيام بدورها نحو استقرار المنظومة الرياضية من خلال تفعيل دورها في الرقابة والمحاسبة على كافة الهيئات الرياضية والشبابية بشرة اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد عملها نحو فحص اعمال الاتحاد المصري لكرة القدم وفي هذا السياق قامت اللجنة المشكلة من السادة المستشارين ومن المختصين بوزارة الشباب والرياضة مباشرة اعمالها نحو فحص العديد من الملفات بالاتحاد المصري لكرة القدم وفي مقدمتها الملابسات الخاصة بالمكاتبات المتعلقة بعدم التقدم بطلب استضافة المباراة النهائية لبطول الدوري عبطال افريقيا والتي اقيمت في المغرب بين افريقاء الاهلي والوداد المغربي وفقا لما ورد من النادي الاهلي كما تتضمن اعمال اللجنة فحص العديد من الملفات المالية خلال فترة الحالية والفترات السابقة على مدار تعاقب مجالس الادارات واللجان التي كانت مشكلة لادارة شؤون الاتحاد من كافة الجوانب المالية ومن المقرر ان تنتهي اللجنة من اعمال الفحص خلال ايام المقبلة على ان يصدر عنها تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج اعمالها وتوصياتها تمهيدا لاتخاذ ما يلزم في ضوء النتائج التي ستتوصل اليها اعمال اللجنة اذا خلال التلات ايام اللي فاتوا احنا ما كناش بنقول اي حاجة والسلام وتحركات وزارة الشباب والرياضة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك انه فيه في الامور امور وإلا ما كانتش وزارة الشباب والرياضة تحركت هذا التحرك فمبدئيا اشكر السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي على استجابته مش على مش مش على اللي احنا رصدناه مش على اللي الالي قاله على حرصه على مصلحة تعديل مصار كرة القدم المصري ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق باي حاجة فيها شبهات باي شكل من الاشكال ده معنى انه في حاجة وبالتالي الناس نزلت علشان ترائب وده الدور بالمناسبة المنوط بيه وزارة الشباب والرياضة هي المتابعة والمرائبة ده دور دولة وده الدور اللي بتقوم بيه وزارة الشباب والرياضة تجاه الاتحاد المصري للكرة القدم سمعت كلام كتير حقيقة وكلام دايما على الهوامش انما انا ما سمعتش حد رد علينا وقال انتو ازاي اجتمعتو يا هلالله في شهر اربعة تنقش وخطاب خلص من شهر اتنين انا ما سمعتش رد ما حدش سمع رد وهو المفروض ما تردوش علي انا بالمناسبة يعني المفروض تردو على زيادة شباب والرياضة المفروض تردو على شعب مصر عن ناس اللي انتو ارتكبتم الخطأ ده في حقهم الناس اللي انتو كابرتم ومازلتم تكبروا في عدم الاعتراف بالخطأ في محاولتكم لمدارات الخطأ وعقد لجنة وعقد جلسة في شهر اربعة لمناقشة خطاب انتهى في شهر اتنين مش كده وبس انت ارسلت لوزارة شهاب والرياضة من غير ما تضمن الخطاب بتاع الكاف لانه خطاب الكاف هتبعته له ما هو خلصان من شهر اتنين لا انت عملت جلستك في ابريل اتناشر وبعتها للوزير بعدها بيومين فمبعتلوش فيها لا دور يا ابطال افريقيا ولا بعتله خطاب بتاع الكاف اي خطأ ده وتاني وتالت ورابع هذا الخطأ ليس فقط في حق الاهل وده اللي بقوله بقالي كم يوم وارجو من الناس اللي انتباه يوم 19 يناير الزمالك كان عنده مباراة مع سجرادة اذا الزمالك كان متواجدا في البطولة الافريقية انت لم تناقش امرا اذا عكست الاية الزمالك كان ممكن يكمل في بطولة افريقيا وهو اللي يبقى في النهائي وهو اللي بقى في نفس المشكلة انت ما بعدتش خطاب للزمالك ومبعدتش خطاب للاهل انت ما عملتش دورك انت ما عملتش حاجة اتجاه كرة القدم المصرية اصلا فانت الخطأ هو ليس للون فانيلا هو خطأ في حق كرة القدم المصرية وتحركات الوزير بتشير الى انه هناك احداث لابد من متابعتها او اخطاء لابد من متابعتها خلونا ننتظر ونتابع نتائج التحقيق وهذا التحرك هو تحرك ايجابي للغاية وعندي نقطة مهمة ولازم ارد عليها ولازم اقولها الحقيقة يعني الناس البعض ممن يسيء الظن اما عمدا او بالخطأ اما عمدا او بالخطأ انا هتكلم على اللي قد يسيء الظن بالخطأ فهو تعود احيانا على انه كلمة الحق لما بتطلع بيكون وراها غرض غير الحق فبعضهم اساء الظن وقال لك انه الكلام ده الهدف منه انه جمال علام ما يبقاش موجود ويبقى مكانه المهندس هاني ابو ريدة وهذا الكلام غير صحيح على الاطلاق وخليني اكلمك عن نفسي عشان اجيب لك من الاخر يعني لا في اي وقت من الاوقات ولا في اي زمن من الازمنة ولا في اي تاريخ من التواريخ انا كنت بتاع حد لا انا بتاع المهندس هاني ابو ريدة ولا انا بتاع المهندس احمد مجاهد ولا انا بجهز لهم الملعب ولا انا كنت ولا هبقى بتاع الاستاذ جمال علام ولا الاستاذ خالد الدرندلي ولا المجموعة الحالية ولا الاستاذ عمر الجنيني ولا المجموعة اللي كانت موجودة معاه ولا اي حد في اي وقت واي زمن ما يمشيش معاكم إن أنا بقى بتاع البلد دي عادي يعني ما يمشيش أنا عارف إنه الناس أساءت الظن بسبب إنه السيناريو ده قد يكون كرر قدامهم بس أرجوكم احسنوا الظن أنا هنا بقول لمن أساء الظن بالخطأ بسبب أحداث جسام مرت على الكرة المصرية في وقت سابق وأرى من وجهة نظري وسجلوها لأن هي مسجلة أنا هو أنا نفس الشخص يعني مش واحد تاني وقفت في 2019 لما منتخبنا الوطني خسر وخرج في فضيحة من بطولة الأمم الأفريقية وطلبت المهندس هاني أبو ريدا ومجلسه بالكامل أن يستقيل من مكانه عشان يجيب من الآخر يعني لكنت ولا هبقى ودايما بشوف إنه مصر تستحق فرص جديدة لكوادر جديدة بأي حال من الأحوال ومصر مليانة كوادر على الله عشان نجيب من الآخر مصر مليانة كوادر وتستحق مننا كتير قوي مع كامل تقديري واحترامي واعتزازي بالأسماء اللي أنا ذكرتها أنا بحترم جدا وأستاذ جمال علام بالمناسبة وهو شخص طيب جدا جدا ومحترم مش شفتش منه العيبة بس ده على جنب لأن احنا منتكلم في إدارة كرة القدم واختلافنا له علاقة بالإدارة وليس له علاقة بالشخص اللي بشوفه زي ما قلت الحضراركم بحترمه جدا نفس الأمر بالنسبة للمهندس هاني أبو ريدا أحترمه جدا جدا وهو راجل عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقيا الاتحاد الدولي فعشان نجيب الموضوع من الآخر احنا بنتكلم لصالح مصر أما لمن يظن بغرض في نفسه فلو انت عملت ده في يوم من الأيام فركبه على نفسك لأنه مازال هناك ناس ما بتفكرش غير في البلد وفي مصلحة البلد وفي مصلحة الكرامة صغير للآخر